الفتة ليها علاقة بحاجات كتير مما يحدث في حياتنا بس خيني أرجعك على حكاية الفتة ليه بس عشان عايز أقولك إنه الفتة اللي احنا نعرفها دي فتة فتة بقى باللحم الضاني فتة باللحم البتلو فتة كوارع فتة وعليها مثلا يعني شوية حاجات ملبسة مع شوية مواسير كلام من ده دي بتبقى اسمها أصلا من أيام المماليك يسموها فتة شاكمبة عارف يعنيه فتة شاكمبة ولا وبالمناسبة مش حد هيقولك الكلمة دي غيري واتحق بص ولا الأستاذ عمر أديب هيقولك على الفتة شاكمبة شو إمبراطوري الأكل في مصر مش هيعرف الفتة الشاكمبة زي ما نعرفهم عليش يا أستاذ أخوك الزغير وحبيبك بقى بس يعني إيه لازم وحد يشبه عن الطوق برضو الفتة الشاكمبة دي بص يقولك فتة شاكمبة بالكوارع وعليها الدقة والشطة دقتها بقى اللي هي إيه اللي هي بقى إيه شوية التوم مع شوية كسبرة نشفة وبتاخد لها تشويحة سريعة كده ومديها على الوش طب إيه قصة شاكمبة دي الكلمة دي كانت دائما ما ينطقها المماليك ولا أحد يعلم ما هو أصل كلمة شاكمبة إلا إنه أغلب الظن لما يقولك فتة شاكمبة يعني بشربة أو مرأة داسمة بس لما يقولك شاكمبة بقى هي مش داسمة وخلاص يعني لازم تبقى أصلا أصلا لحمة راس كوارع حاجات من الحاجات اللذيذة اللي زي عكاوي كلام من ده غير كده لا يصح قول فتة شاكمبة أبدا أبدا وشاكمبة ده طبعا زي ما أنتم عارفين ده ضرب شاكمبة الشهير في منطقة السيدة زينب وسموه ضرب شاكمبة مش عشان الفتة لكن عشان كان يسكنه رجل من الأغنياء والأمراء بالمناسبة شاكمبة ده أو ضرب شاكمبة وسوقة الليلة اللي هم بتوع أوبريت الليلة الكبيرة اللي كتبه العظيم صلاح جهين ولحانه العظيم سيد مكاوي ده كان سكن الأمراء والأغنياء وما إلى ذلك وكان يسكنه رجل اسمه شاكمبة باشا في وقت من الأوقات وكان المكان ده بطبيعة الحال عشان يسكنه الأغنياء فكان يبقى فيه الحمامات اللي الناس بتستحمى فيها مش ويبقى فيه الأسبلة اللي الناس بتشرب منها وما إلى ذلك فكان هناك حمام شاكمبة بجانب قصر شاكمبة باشا فسمي هذا الشارع بدرب شاكمبة حدوتت بقى سوقت الليلة هبقى أحكيها لكم بعدين لكن إيه ارتباط الفتة باللي بيجرى؟ الفتة يغترف منها من شاء فليغترف وللأسف البعض بيقرر أنه يغترف من كرامة المصريين كيفما يشاء عن عمد عن غير عمد أنا معرفش ما قدرش أدين حد بس أقدر أتطرق بالإدانة إلى أنه ليس من المقبول بل هو من المرفوض رفضا كاملا وبالكلية السخرية من وضع اقتصادي لشخص أو من وضع اجتماعي لشخص أو من وضع مالي لشخص فلما يجي إعلان يقرر أنه يسخر من بني آدم علشان لابس هدوم أطاعة أو دايبة إزاي؟ إزاي